اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خبراء امس الخميس في اعلان اجازة الموازنة ويتوقع ان يعلن المجلس اجازة الموازنة اليوم بحسب مراقبين ومن مقر مجلس الوزراء السوداني ينضم الينا الزميل احمد العربي مراسل الغد احمد الى اين وصلت نقاشات مجلس الوزراء بشأن الموازنة الجديدة يبدو اننا فقدنا الاتصال بالزميل احمد العربي ولكن من الخرطوم ايضا ينضم الينا المحلل الاقتصادي ابو القاسم ابراهيم سيد ابراهيم موازنة 2020 في السودان اين المشكلة بالتحديد المشكلة الاساسية في هذه الموازنة التي قدمها وزير المالية ابراهيم البدوي هذه الموازنة كارثية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى يعني هذه الموازنة اعتمدت بشكل اساسي على القروض والمنح الخارجية الموازن اول رفعت حجم الارادات العامة بشكل خرافي بدون اي مبررات منطقية واقعية الميزانية 2019 كانت في حدود 3.4 مليار دولار الان ميزانية جديدة التي طرحها الوزير تتحدث عن 10.2 مليار دولار 10.2 مليار دولار من حجم الميزانية الارادات التي تعتمد على المنح الخارجية في حدود 5.4 مليار دولار منها 4.6 مليار دولار هو ما ينتظره الوزير من المؤتمر المانحين الذي يشرف عليه مبادرة اصدقاء السودان نعم سيد أبو القاسم ولكن لماذا تتخوفون نعم لماذا تتخوفون من المنح الخارجية في السودان نحن ليس نتخوف من المنح لكن ليست هناك أي ضمانات أن يتحصل السودان على مليار دولار أو أقل من مليار دولار خلال العام الغادم لذلك الميزانيات لا بد أن تبنى على موارد حقيقية ومعلومة حتى لا يحدث خلل وشيء كبير جدا يؤدي لكوارث اقتصادية لأن الميزانيات أن تتكلم عن تحرير أزعار المحروقات وأزعار القمح وأيضا تتحدث عن زيادة الدولار السعر الرسمي للدولار من 45 إلى 60 جنيه وتتحدث عن زيادة الدولار الجمهوري هذا الأمر يؤدي إلى حدوث معدلات تضخم هائلة وكبيرة جدا ويرفع معاناة الشعب السوداني الاقتصادية التي خرج من أجلها على النظام السابق أيضا تتحدث عن زيادة الإرادات الضريبية يعني بشكل كبير زيادة 57% من الضرائب هذا الأمر يعني لا يمكن أن يحتمله الشعب السوداني لذلك نحن نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك ميزانية تبنى على تقديرات حقيقية لأنه الخمسة ميزانيات السابقة يعني انهارت وفشلت بسبب عدم يعني إعدادها على تقديرات حقيقية لا يمكن أن نبني ميزانيتنا العام 2020 نعم وكنا نبني ميزانية العام 2014 على 200 مليون دولار نعم وإذا كان نعم إذا كان الخبراء الذين ينتمون لقوى الحرية والتغيير يرفضون الرفع التدريجي للدعم وإذا كان آخرون وأنت منهم كما تفضلت ترفضون أن تكون هناك زيادة في الضرائب إذن من أين يأتي السودان بهذه الميزانية الجديدة نعم دعني أحدثك الآن هناك إجراءات داخلية ينبغي أن يتم المراعاة وإنبغي أن إجراءات تتم على المستوى الداخلي على سبيل المثال يعني إرادات الزهب في العام 2017 كانت مليار ونص دولار خلال عام 2019 انخفضت إلى 480 مليون دولار يعني هناك تهريب كبير جدا رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج الزهب أيضا السلعة الصادرة للاقتصاد السوداني كلها انخفضت يعني السلعة السمسم انخفضت صادراتها خلال العام 2019 إلى 590 مليون دولار بدلا عن 800 مليون دولار اللحوم الحية انخفضت أيضا إلى حدود 450 مليون دولار بدلا عن 800 مليون دولار نحن نتحدث عن ضرورة أن تعتمد يعني حكومة دكتور عبدالله حمدوق على معالجة الغضايا المتعلقة بالصادرات السودانية ومحاربة التهريب وإعلام برنامج للإصلاح الضريبي لأن الإصلاح الضريبي أصبح مهم جدا لأنه ضريبة القيمة المضافة المعلنة 17% تتحصل الجمهور بإستثناء الإعفاءات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار لدينا إجراءات داخلية نستطيع أن تغوم بها الحكومة وتوفر موارد حقيقية نستطيع أن نبني عليها ميزانية حقيقية وأنا كنت أخترع عليهم بأن يتم إعداد ميزانية لمدة 6 شهور خلال 6 شهور تتضح الرؤية فيما يتعلق بملف السلام فيما يتعلق بمؤتمر المانحين أيضا تدين تعديل للتغويم بتاع ميزانية السودان نحن كبلة زراعي ميزانيتنا تبدأ في شهر واحد هذا قير متوافق مع الاقتصاد الزراعي يبدأ من شهر 7 يكون أوفق الاقتصاد السوداني نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا من الخرطوم المحل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم أعلنت وزارة الزراعة المصرية ارتفاع حجم صادرات البلاد الزراعية إلى مختلف دول العالم ليصل إلى أكثر من خمسة ملايين طن حتى الآن ففي الفترة من يناير حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي زادت الصادرات الزراعية نحو مئتي ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحققت مصر نجاحا كبيرا بتجربتها في الإصلاح الاقتصادي لتحقق فائضا بنسبة اثنين في المائة من الناتج المحلية وصف مختصون في قطاع غزة عام الفين وتسعة عشر بالأسوأ اقتصاديا فقد لوحظ أن عدد الشركات الانتاجية التي أغلقت في غزة قد وصل إلى خمسمائة وعشرين شركة وتم تسريح العاملين فيها إضافة إلى تعرض العشرات منها للإغلاق مع استمرار الحصار الإسرائيلية هذا واحد من خمسمائة وعشرين شركة انتاجية أغلقت في قطاع غزة بسبب الأزمات التي تعصف بالقطاع الاقتصادي إلا أن عام الفين وتسعة عشر شهد إغلاق العشرات من المصانع وتسريح العاملين فيها آخر الإحصائيات التي وردت لدينا إنه أكثر من خمسمائة وعشرين شركة أغلقت في قطاع غزة نتيجة لعدة أسباب أولا الحصار المفروض على قطاع غزة ثانيا هي عدم دفع التعويضات الناجمة عن التدمير في الحروب الثلاثة الماضية للمتضررين الذين تضرروا خلال هذه الحروب فقطاع غزة والذي كان يعتمد يوما ما على الأيد العاملة بات يشتكي من تراجع ملحوظ في الحركة الاقتصادية كما يقول رجال الأعمال لدينا أحصائيات ولدينا أرقام نحن ما تحدثنش أنه كانت أعوام وردية لا كانت أعوام صعبة جدا الأعوام الماضية منذ 13 عام وحتى نهاية عام 2019 وضع اقتصادي صعب تدهور اقتصادي شهده القطاع هذا العام لينعكس بالسلبي على المواطن الفلسطيني 2019 كانت أزمة اقتصادية على الكل ومن ضمنهم أنا لم أستطع أن ألبي احتياجات أصلتي في سنة 2019 و2018 كمان 2019 مش طبعتها ليش المواصف إيش اللي بيقبط نص الراتب ربع الراتب إيش بيكفي المستجر دار اللي عنده أطفال اللي عنده هذا يعني هذا ظلم عوامل كثيرة أثرت على الاقتصاد الفلسطيني في غزة فمع وجود الحصار الإسرائيلي على القطاع وتقييد الحركة لرجال الأعمال والتجار الفلسطينيين كانت قرارات السلطة الفلسطينية بحق موظفيها التي ساعدت أيضا في ترد المنظومة الاقتصادية عام على وشك الانتهاء وصف هو الأسوى اقتصاديا لتبقى الأمال معلقة على عام قادم يرجى منه أن يكون الأفضل محمد ابن موسى الغد غزة فلسطين ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من غزة المحلل الاقتصادي حمد جاد سيد جاد بعد التحية الحصار الإسرائيلي كيف كان سببا في إغلاق هذه المئات من الشركات الفلسطينية في قطاع غزة أولا إغلاق الشركات جاء نتيجة لسلسة الأزمات التي يمر بها اقتصاد قطاع غزة وفي مقدمةها استمرار الحصار المفروض لنحو 13 عاما المؤشرات التي أشهرتم لها خلال تقريركم وهي نحو حوالي 720 مصنعا هذا على وجه الخصوص من المصانع الإنتاجية هناك أيضا شركات أخرى أغلقت وهي شركات لها علاقة بقطاع المقاولات وحسب أحصاءات تحاد المقاولين أغلقت نحو 70 شركة خلال عام 2019 ولم يتم تسجيل سوى شركة واحدة بشكل عام كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في تراجع لم يكن وضع اقتصاد غزة خلال عام 2019 مثل العام الذي سبقه بل هو أكثر سوءا وذلك نتيجة أكثر من عامل من العوامل التي أدت إلى تقليص المشاط الاقتصادي بشكل عام في مقدمة هذه العوامل استمرار الأزمات المتمثلة بأزمة الرواتب استمرار الحصار عدم ثقة أصحاب المال والأعمال بالاستثمار المحلي أو البضع الاقتصادي وبالتالي هناك أيضا مؤشرات تشير إلى زيادة قيمة الودائع نظرا لأنهم يتخوفون من أي استثمار في قطاع غزة وهذا بطبيعة الحال أدى إلى تقليص الحركة التجارية والحركة الانتاجية وكافة أنشطة الاقتصاد في قطاع غزة نعم هذه هي أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي ولكن إغلاق المئات هناك ما يؤشر إلى حدوث نعم إغلاق هذه المئات من الشركات كيف أثر على الأوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني في القطاع بالتأكيد إغلاق هذه المؤسسات أو هذه الشركات والمصانع يترتب عليها اضطرار أصحابها إلى الاستغناء عن العاملين لديهم يترتب عليها انخفاض القدرة الانتاجية بشكل عام في قطاع غزة كافة الأنشطة الانتاجية حيث وصلت هذه القدرة إلى ما دون 20% خلال عام 2019 وهي تقريبا النسبة نفسها التي كانت عليها العام الماضي هذا بطبيعة الحال إنعكاس مباشر للوضع الاقتصادي المتمثل يعني في زيادة عدد البطالة ووصولها إلى ما يتجاوز عن 250 ألف متعطل عن العمل في قطاع غزة ما زالت مؤشرات البطالة على ما هي بل ازدادت بنسبة ضئيلة خلال عام 2019 حيث قدر جهاز الإحصاء المركزي نسبة البطالة بين صفوف الشباب من نحو 69% وبالمتوسط العام البطالة بشكل عام في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 45% وبالتالي هذه مؤشرات لا توحيب بأي حال من الأحوال لإمكانية وجود تحسن خلال أو تطلع إلى تحسن في الوضع الاقتصادي بشكل عام خلال العام المقبل ما لم يتم زالت كافة الأسباب والعرقي التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي هناك أيضا من المهم أن نشير أنه خلال السنوات الماضية كان معدل النمو في الاقتصاد الفلسطيني يتراوح ما بين 3 إلى 5% عام 2019 لم يحقق الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 1% لمعدل نمو وهذا بطبيعة الحال المؤشر خطير جدا يدل على تدهور الوضع الاقتصادي برمته نعم سيد جاد ولكن السلطة الفلسطينية ألا من تدخل لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني في القطاع التدخل الحكومي المتمثل بالسلطة الفلسطينية هو محدود جدا هو فعل محدود جدا غير قادر على التغيير الحكومة يعني أبرز ما كان من المستجدات خلال العام الحالي هو تشكيل الحكومة الحكومة أعلنت فور تشكيلها أو رفعت شعار الانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي ولكن ظل هذا الشعار مجرد حبر على ورق حيث أن المؤشرات تدل على أن ما تستورده الأراضي الفلسطينية من الدول العربية مختلفة قدر بنحو 800 مليون دولار حتى نهاية الشهر الماضي نهاية التشرين ثاني الماضي وبالمقابل ما تم استراده من السوق الإسرائيلية قدر بنحو 5 مليارات دولار وبالتالي هذه المؤشرات تدل على أن شعار انفكاك الاقتصادي لا مجال له من التطبيق الفعلي على حد الواقع نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من غزة المحلل الاقتصادي حامد جاد لازلنا مستمرون معكم في السوق من قناة الغدونة في القاهرة تتابعونا بعد الفصل النفط يرتفع لأعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر وسط أمال بتعزيز النمو الاقتصادية اهلا بكم من جديد لازلنا نواصل معكم حلقة اليوم من برنامج السوق من قناة الغدونة في القاهرة ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهر بيانات انفاقا قياسيا للمستهلكين الأمريكيين عبر الانترنت ما أثارت ثقة في أكبر اقتصاد في العالم على وقع الحرب التجارية بين واشنطن وبكيين عوامل اقتصادية وسياسية عدة ترأت على أسعار النفط هذا العام ما جعله يندفع إلى انقفاض أسعاره أكثر مما كانت عليه العام الماضي تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من أبرز تلك العوامل بالإضافة لتراجع الطلب العالمي ما تسبب في انقفاض متوسط أسعار خام برينت إلى أربعة وستين دولار وخمس سنتات للبرميل مقارنة بنحو اثنين وسبعين دولار للبرميل في العام الماضي كانت جلسة الرابع والعشرين من إبريل هي الأعلى هذا العام حيث وصل سعر الخام عند مستوى أربعة وسبعين دولار وسبعة وخمسين سنتا بما جاء أدنى سعر بنحو أربعة وخمسين دولار وواحد وتسعين سنتا للبرميل بإغلاق الجلسة الثانية من يناير في المقابل العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار إضافة إلى تدخل منظمة الدول المصدرة أوبيك والمتجين المستقلين في استمرار اتفاق خفض الانتاج فيما عرفها بأوبيك بلس والتي توصلت في اجتماعها الأخير الشهر الحالي إلى تعمق خفض الانتاج بنحو خمسمائة ألف برميل يوميا ليرتفع إجمال الخفض إلى مليون وسبعمائة برميل في محاولة لكبح ارتفاع المعروض مع تراجع الطلب العالمي المتوقع وبالرغم من الهجمات التي وقعت على منشأة أرامق النفطية في سبتمبر الماضي والتي أثرت على خمسين بالمئة من إنتاج السعودية لعيدة أيام إلا أن أسعار النفط لم تتأثر لتستقر عند ستين دولار وثمانية وسبعين سنة للبرميل ومع اقتراب عام الفين وعشرين يبدو أن التباطئ الاقتصادي العالمي قد وصل إلى القاع في حين أصبحت توقعات نمو الطلب على النفط متفائلة ما يشير إلى ارتفاع قوي للأسعار العام المقبل ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن المحلل الاقتصادية مصطفى بازركان سيد مصطفى بعد التحية كما تبعنا تراجع الطلب كان من أهم أسباب انخفاض أو تراجع أسعار النفط بداية لماذا تراجع الطلب على النفط خلال العام الفين وتسعة عشر طبعا هناك عدة عوامل ولا بد من ذكر وسأبدأ من آخر كلمات من تقريركم الوافي والشافي الذي الآن استمعت له أنا أعتقد أنه أسعار النفط صحيح سترتفع ولكن هناك ارتفاعات محدودة وهناك ارتفاعات لحد شهر مارس القادم لماذا؟ لأن هذا هي الفترة التي سيعقد فيها اجتماع عوبك نعود إلى سؤالك الآن حالة غير معتادة في السابق بالنسبة لأسواق النفط لماذا؟ لأن هناك عوامل متعلقة بالمعروض وهناك عوامل متعلقة بالطلب هذه العوامل اجتمعت لتؤثر على أسواق النفط وأسعاره هناك كان النزاع التجاري الصيني الأمريكي الذي أثر على 95% من اقتصادات العالم هناك أيضا توقعت بالحل هذه المشكلة وكما ذكرتم أنه آخر أرقام لاستهلاك المستهلكين الأمريكان ارتفع وهذا طبعا لن يستمر لماذا؟ لأن هناك هذه فترة عياد الميلاد سواء مع النزاع التجاري أو بدون النزاع التجاري هذه الأرقام ترتفع كل عام هذه النقطة نعود إلى قرار أوبك قرار أوبك باستمرار بخفض الانتاج وتعميقه من جانب المملكة العربية السعودية والتزام روسيا بذلك وكان هناك يوم أمس إعلان برقم أنه روسيا خفضت الانتاج خلال الشهر الماضي بـ 250 ألف برميل ما عدا للنفط المكافئ هذه جميعا حينما تشترك هذه العوامل نشهد أنه اليوم تجاوز سعر نفط برينت 68 دولارا هذا الذي يجعل هناك توقعات باستمرار هذا الارتفاع ولكن للربع الأول من العام القادم فقط نعم ولكن أسعار النفط عندما انخفضت في العام 2019 السؤال الكبير من كانوا الرابحين ومن كانوا الخاسرين الكل رابح والكل خاسر ولكن نعود إلى أسباب تراجع أسعار النفط أسباب تراجع أسعار النفط دائما أذكر هناك مثلث دول أوبك دول خارج أوبك والنفط الأمريكي والصخري هذا هو السبب الكبير الذي مع تطور التكنولوجيا والتقنية أصبح استخراج النفط الصخري أقل تكلفة من السابق تجاوزه في السابق تجاوزه 55 دولارا اليوم ممكن أقل من 28 دولارا للبرميل هذا الذي يجعل انخفاض الأسعار مع وجود عوامل النزاع التجاري الأمريكي الصيني ومع وجود يعني وفرة في المعروض وفي النقطة الأساسية هي وفرة في المغزونات أيضا لا تزال هذه الوفرة موجودة ولكن هناك عوامل أخرى تحيد هذا العامل نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من لندن المحلل الاقتصادي مصطفى بازر كامبا إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السوق من قناة الغد هنا في القاهرة نذكركم بأهم العنوين السودانيون يترقبون إقرار أول موازنة بعد البشير اغلاق خمسمائة وعشرين شركة في غزة بسبب الأزمة الاقتصادية انتهت جولتنا في السوق لهذا اليوم شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة